اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات استراحة وزي ما احنا متعودين كل يوم مع بعض بنتكلم في موضوع مختلف والنهاردة موضوعنا ممكن يكون بيمسنا كمان وبيمس كل شاب وبنت بيتفرجوا علينا لانه هو فعلا موضوع مهم مهم من ناحية مين؟ مهم من ناحية الولد والبنت والاب والام وكل شخص بيتفرج علينا الموضوع ده هو السلف علشان الجواز في مننا ناس لحد النهاردة بتستلف علشان تتجوز علشان تجاهز علشان تعمل مشروع الزوجية طبعا ده كلام كبير ومحتاج كلام ومحتاج وقت كبير نتكلم فيه لكن مش اكون بتكلم فيه لوحدي علشان كده عايزة رحب طبعا بزميلي اللي مواريني ومعايا النهاردة في الفقرة رشا رأفة وسماح تمام صباح الفل عليكم صباح الفل يا بلال طبعا هي دايرة بتدور بينا وللأسف بتلهينا ومن كتربة بنفكر فيها بنقوم من حفرة بنقع في دوح دايرة وزي ما المثالنا الشعب بيقول ما يعيبش الراجل اللي جيبه كلامك فعلا حقيقي سماح احنا بنقع في دايرة بتبقى تقريما مغلقة لبعض الناس بيقعوا دايما في مشاكل بسبب ان هم بيستلفوا عشان يكملوا جوازة يعملوا خطوبة يعملوا فرح فالموضوع بيبقى فعلا أزمة كبيرة عند بعض الناس ولا يراكب لالا أنا ملاحظة أن الموضوع فعلا شائك يعني هو طبعا موضوع مهم زي ما قلنا في داية الحلقة وفعلا هو مهم لنا قبل ما يكون لحضراتكم وأكيد طبعا مش هنقدر نكمل كلام فيه إلا لما نستقبل مداخلاتكم معانا إن شاء الله لأن الحلقة النهاردة داسمة جدا والله أنا يعني أنا واحد من الناس شايف بما أني أنا الحمد لله متجوز ومخلف يعني بس أنا كنت شارط حاجة مهمة جدا قبل ما أدخل في مشروع الجواز أنا شايف إنه مشروع الجواز دا مرحلة جديدة في حياتك طبيعي فبالتالي لو أنت مش هتبدأ المرحلة الجديدة دي بأفضل مما سبق فما تدخلش في المرحلة الجديدة علشان كده كنت شارط شرط على نفسي وشرط على زوجتي أول حاجة إن أنا مش هدخل مديون دا رقم واحد مش هدخل مديون تاني حاجة تاني حاجة وركز وقف دي جدا خصوصا للبنات قلت لها بصي قبل ما نجيب أي حاجة النيش لو هيبقى متحف مش هجيب نيش من أول يوم هنفطر في النيش عادي جدا ونطلع للإطباء اللي فيه عادي جدا فمحدش يقولي هنجيب النيش وهيطلع بس كل سنة مرة ولما يجينا ضيوف مهمين فأنا الحقيقة كان عندي أزمة في الموضوع دا الحمد لله الشرطين اتحققوا وطبعا أنا بواجه تحية لزوجتي لإن هي مساعديني في دا جدا وبناكل في النيش من أول يوم دي حقيقة فعلا ملال بس الفكرة اللي احنا النهاردة جايين نتكلم فيها السولة في وقت الجواز أنا بواجه رسالتي لكل قب ماينفعش يبقى فيه عريس جاي لبنتك وتتكلم على المظاهر وتقول أصل بنت عمها دي أنا حاجة بلاحظها كتير بنت عمها جايبة شابكة بقد كده أصل صحبتها جايبة بقد كده لأ احنا صعيدة وما كانش بقى فيه كقده كده مش هينفع لأ يا جماعة يا الحياة أبسط من كده بكتير والحياة بينها وبينه مش ما بين أسرة ولا بين مجتمع يا الحياة مشتركة بين كنتو الاتنين بس ماينفعش حد تاني طرف تالي تدخل فيها يعني ماينفعش بباكي أو مامتك ماينفعش صحبتك ما بصيش مين جاب إيه ولا مين عمل إيه بدا منتو الاتنين بتحبوا بعض بدا منتو الاتنين عايزين بعض يبدأوها بأقل حاجة مش هيكون فيه صلف أني بعد كده الصلف بعد الجواز بيحصل مشاكل كتير جدا بيبقى فيه مسؤوليات والانت سيئة رايك يا راشد الفكرة فعلا على فكرة هي بتبدأ كمان من مرحلة الشبكة اللي هو أنا عايز أخطب فبيبقى فيه لود على العريس لا أنت عايزين شبكة بسبعين بثمانين فالموضوع فعلا بيبقى صعب جدا فبيضطر يروح من يستلف أو مديون لناس عشان يجيب شبكة ويرضي حماه وحماته وأهل عرصته فالموضوع أصلا من بدايته بيبقى مبني على غلط فما بني على باطل فهو باطل فالموضوع من الأول أساس وغلط فهنبدأ بقى نستلف 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 وفعلا مش هنعرف نسد حاجة والموضوع بيبقى صعب جدا يمكن إحنا كنا قبل الهواء بنتناقش في الموضوع ده وإحنا بنعد الحلقة مع بعض فسامح كمان كانت بتقولنا إنه الشابكة المفروض الشابكة دي المفروض هي هدية من العريس لعرصته وإحنا طول عمرها بنسمع الكلام ده بس الحق يتقال ومطبع ما حدش يزعل مني من أستاذ المشاهدين الحق يتقال إحنا فيه كلام كتير جدا بنقوله لكن وقعنا غير كده يعني لها معقول أنا بنتي تدخل بدبلة ومحبس ده بنت خالتها دخلت بثلاث غوائش واربع كردان دهب وخمس مش عارف أخوات المرجان صح؟ ده حصل دي حقيقة وهي في الأول وفي الأخر شكليات وكلام الناس يعني أنت بتبصي على شبكة فأنت عشان الناس هتقول لي هي جابت شبكة بقد إيه أنت بتبصي على مظهر الفستان أو قعلها تعملي فيها شبكتك فعشان الناس تقول لي هي جابت شبكة وأنا بلاحظ أصلا أن كمان ممكن أضغطها يبقى فيه تغاضي عن العريس نفسه بس ما فيش تغاضي عن الماديات يعني ممكن يبقى شخص مش كويس بس لا معه فلوس يعني هيعمل لي اللي أنا عايزاه هيأملي مستقبلي هيعمل لي فرح في حتة كويسة في حاجات كتير هو ممكن يكون شخصية مش كويسة يعني البنت خسارة أن هي تتجاوزه بس لا هو معاه وهو هيشيله وهو هيبقى يعني هيبقى هيعمل يعني هيعمل كل إحنا طلبينه فالموضوع ده برضو بيبقى طيب تيجوا معلش أنا آسف يا سماحة للمقاطعة هناخد مدخلة من سيد في القاهرة هنشوف هيقول إيه بفرح أولا ما في راجل بيكلمني في حلقة لي علاقة بالرجل والست صباح الفل يا سيد أهلا وسلام عليكم صباح خير زي حضرك باش أهلا وسلام يعني أنا معجب أوه بفكرة البرنامج اللي حضراتكم بتهدموه ده وفيه توعية جميلة كده لشباب والشابات يعني حاجة جميلة يعني ربنا بارد في حضر إيه رأي حضرات بقى في موضوع إنه الشاب أو البنت تستلف علشان تتجوز لا طبعا ده حاجة مش كويسة طبعا بتبقى بداية حياة طبعا بداية غير مجدية يعني لكن هما طبعا هبنطلب يعني أبو البنات إنه ما يكونش فيه مغالمة على الشباب لأنه طبعا الشباب النهاردة الظروف والمحيطة بالشباب طبعا حاجة مش كويسة خالص فبنطلب من أبو البنات أنا أبو بنت لما يجي لجوز بنتي مش شرط إن أنا أكون مغالم عاقصة طلبات قوي يعني عشان ما جبروش إنه يستلف وأنا برضو ما استلفش عشان ابتدوا حياة سعيدة كده من بدايتها كده وفيها تأخذ من الله سبحانه وتعالى صحيح أنا بشكر حضرتك جدا مداخلتك فعلا مهمة ورسالة لكل أب وكل أم بيتفرجوا علينا شكرا جدا يا أستاذ سيد زي ما أستاذ سيد قال فعلا مفروض زي ما أنا رسالت كمان كنت بواجهها في أول البرنامج إنه ما ينفعش الأب بيبقى جاي عريس لبنته يفضل يطلب 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 معلش أنت مهما تطلب فأنت أعرف أن أنت بتدي له عرض وحتى منك فعمر ما هتكون عرضك وحتى منك أغلى من اللي أنت بتطلبه كله فأنت بتدي له حاجة كنز بتدي له حاجة غالية عندك جدا فهي ممكن بأبسط حاجة إحنا ممكن نعيش وعلى تجربة بسيطة كده فعلا أنا كنت أعرف شخصية ما رديت بقى أقل حاجة يعني بقت واحدة واحدة تاخد كل حاجة مع خطبها تمام إحنا ممكن لو الأندري قديم شوية أغير الفرش بس مفيش مشاكل ليه؟ مبسطش الناس هتقول إيه وقت التنجيط أنا بحبه الأهلة ما بيردوش بكده يعني الفكرة إن القرار ما بيبقاش راجع للعروسة والعريس طب أقولك حاجة يا ربقى والله الأهل قولك لأ الأهل وفقوا واتجوزت فعلا مش كلهم ممكن تحالة لإزناق فعلا بس إحنا بنتكلم هي في حالة في حالة وفقت فعلا وهي دي كانت حياتهم جميلة جدا وردت بقى أقل حاجة فليه من البداية ما بنبقاش كده بس هاليا طارة بقى يعني سؤال أيوا سؤال معلش في حد هيقدر التنازل اللي ممكن البنت أو الولد يعملوه كده فعلا يعني سؤال ويمكن خارج عن الحلقة شوية بس فعلا في ولد ممكن يقدر إن في بنت ممكن تتنازل وإن حماوة في جنبه مثلا والعكس وهي نفس الفكرة في العكس لأنه برضو زي ما كنا بنقول على موضوع الشابكة لو إحنا خلاص صلمنا على إنها هدية ما هو لو أنا استلفت علشان أجيب هدية لو استلفت علشان أجيب الهدية دي فهل برضو الطرف اللي أنا استلفت علشانه هنقدر يعني هتقدر دي أنا استلفت علشانك هتقدري ده عملت كل حاجة ترضيكي وتخلي شكلك قدام أهلك وقدام صحابك كويسة هتقدري الشخص ده وهتعرف تحافظ عليه ولا لا طيب إيه رأيكم قبل ما نروح لرشا معلش ناخد مداخلة كمان طيب تمام الناس النهاردة أم سالمة صباح الفن أستاذينك بس تعالي صوتك شوية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي إيه البلنامك الجميل ده ربنا يخليك يا رب تسلمي إيه رأيك تموضو الحلقة النهاردة أملي جدا 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 إزايك تماح إزايك مسالمة عاملة إيه آه طبعا أختي حبيبتي إيه الكلام الجميل ده تسلمي لي حبيبت سربني بنتك تجدت وبتفتحوا عنينا على حديث كده طب جاتنا عليك بل بنتي 100 جرام دهب أعمل إيه بقى بعد البنانك ده عايزة تجيب لبنتك عايزة تجيبي 100 جرام دهب هتعمل إيه هقولك حاجة بعد إذنك خطاري عريس يبتقي ربنا في بنتك ويحافظ عليها ويكون بيحبها أحسن 100 جرام دهب صحيح حبيبت سماء وإيه الناس الجميلة اللي معاتي دي وكل صراحة طيبين وكل صراحة طيبين شكرا جدا اتشرفنا بيك اتشرفنا بيك شكرا جدا هي طبعا نقطة مهمة جدا اللي زي ما كنا بنتكلم برضو رجعنا لفكرة الشابكة احنا طبعا مش عايزين نحصر الموضوع في الشابكة بس لكن هي فكرة تكاليف الزواج بشكل عام لما أنا أبتدي حياتي بسلف طب أنا بعد كده هعمل إيه ولسه كمان لما نتكلم في الفكرتين التانيين هنقول شوية حاجات كده مهم هو الموضوع مش بيبقى دايما يعني احنا مش بنكلم عن شابكة بس احنا كمان بنكلم عن حتى تجهيز الشقة والعبش أنا برضو بيبقى فيه فعلا لود أنا عايزة روكنا عايزة أنتري عايزة صالون عايزة قوضة أطفال طب ومسلا احنا يعني ربنا لسه شوية يعني احنا بنكلم على أطفال دلوقت ويجيب قوضة نوم طب ليه يعني نستنى شوية عايزة قوضة مثلا قوضة نوم باربعين خمسين ألف طب ما فيه حاجات رنج أقل شوية وفيه حاجات بتبقى أفيد وعملية لكن لا فعلا أنا بلاحظ أن فيه ناس كتير بيطلب وطلبات أوفر عايزة صفرة عايزة نيش فيه حاجات على الفكرة برضو فيه نيش بيبقى حاجات صغنانة جدا حاجة سيمبل حاجة جميلة صفرة صغيرة مش لازم بقى الصفر الكبيرة التقيلة اللي ملهاش 30 لازمة ويفضل طبعا التجار بيدحك علينا ده خشب زين ومش عارفة إيه ويدفع واشتري فالموضوع بيبقى كبير جدا على أهل العريس وأهل العروسة وبنفضل بنفس الدائرة هي هي وبنفضل أنا ساعد كتير فيه جوازات فعلا بتتفشكل بسبب الطلبات الزيادة يعني هو طلبات زيادة حاليا الشباب شغلهم قليل الماديات ضعيفة جدا فإحنا يريد برضو زي ما قالت أم سلمة نراعي الدنيا شوية أو أستاذ سايد تقريبا قال إن احنا نراعي شبابنا وبنتنا في طلباتنا فالموضوع فعلا بيبقى أنا عايزة أقول لكو يعني أولا بطبسط لما بيبقى فيه بنتتين معايا في الفقرة ثانيا أنا لازم علشان أطلع روح من الحلقة السليم لازم أقول لكو طبعا أنه أنتوا عندكو حق جدا في كل اللي أنتوا بتقولوه يعني دي ما فهاش كلام حرية رأي مخفولة للجميع أنا عايزة تقول لنا إيه بقى تاني قبل من خلص هو بصراحة فيه حاجة كمان أنا بلاحظها أكتريت يعني الأبهات دلوقتي أو الأهالي لازم إن شقة تمليك إيه الفكرة في الشقة تمليك هذه العقدة إيه فكرة إيه فكرة تشقة بـ 300 ألف هو قال إن شقة دلوقتي بـ 300 ألف على فكرة وفي ناس كمان بتبقى شقة تمليكه باسم البنت لأنه يضمن بقى حياة بنته مع الفكرة ده مش شيء لا وهي الفكرة إنه ممكن أصلا يكون بابا وماما اللي بيجوزونا النهاردة مش عاديين بشقة تمليك أصلا دي حاجة فعلا الشقة تمليك بتيجي البنت تلاقي الأم تعمل لك أصلا هشتريو 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 والأيما ما كانتش تبقى بـ 300 400 ألف لأ ماينفعش كمان أنا بلاحظ إن الموضوع يتحول لبيع وشروة دي حقيقة فعلا إنت هتجيب كم أنا هجيب إيه فالموضوع ما بقاش جواز وعشرة ومواد ده فالموضوع فعلا بيقي بيع وشروة السلف دايرة مش بتخلص وضغط وحمل كبير وعب على كل الناس فيريت نخفف عن بعض شوية أنت هتدخل في سلف عشان تتجوز هتاقي نفسك بتدخل لسلف عشان ولادة نونو لسلف لسبوع نونو ففعلا الموضوع بيقي حملي كتير فيريت نخفف عن بعض شوية لأن الموضوع يعني الدنيا فيها كتير ولا يكلف الله نفسا إلا واسعها يعني كده كتير يعني طبعا هل بقول كلمة واحدة بس إحنا علشان الفقرة خلصة خليها المرة الجاية خليها المرة الجاية تمام؟ أنا طبعا كنت مبسوط أن إحنا مع بعض وأن دي أول مرة سوا إحنا التلاتة لكن مش آخر مرة أكيد إن شاء الله عايزين نقول بقى قبل ما نروح للفقرة التانية إنه حلو إن أنت تبتدي حياتك مرتاح مش بنقول غني ومش بنقول إن أنت مكافي كل حاجة من إيه توزد لكن تبقى بادئ مرتاح لكن مش منطقي أبدا وأظن كل المشاهدين يطفقوا معايا في ده مش منطقي أبدا إن أنا استلف علشان أعمل فرح لازم تبقى في قاعة اللقلقة واثناشر تلاتاشر ألف جنيه واستلف يعني ودلوقت اللقلقتين مش اللقلقة واحدة كفاية أو استلف علشان أأجر فستان الفرح أو استلف علشان أعمل ميكا بعروسة المفروضة للمبلغ اللي بتدفع فيه ممكن يكفل تشتيب شقة يعني أكيد مش منطقي أبدا إن إحنا نستلف علشان نعمل الحاجات دي أو علشان نجيب مثلا شاشة خمسين بوصة علشان اللي اتنين وثلاثين بوصة مش هتخلينا نشوف يا حرام فحنا عايزين بس ناخد بالنا من الحاجات دي أنا كنت سعيد تاني إن أنا معاكم هنروح بقى للفقرة اللي جاية كلمنا دلوقتي من منظور مجتمعي وشبابي وبناتي لطيف إنما الفقرة التانية هنتكلم بقى من منظور قانوني اللي احنا تكلمنا فيه ده بيوصلنا بعد كده لإصالات أمانة وكنبيلات وقصات طب إيه مدى صحة ده ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الفقرة التانية مع زميلتنا إمي علي وهيكون معاها الأستاذ إيهاب إبراهيم المحامي استنونا ما تروحوش في أي حتة